طيب عايز أتكلم بقى في أولى أخبارنا النهاردة بإذن الله يمكن ترند ترند حدث مباراة السلة اللي كانت بالأمس ما بين الزمالك والأهل اللي أقيمت أو اللي كان من المقرر أن تقام على صالة عبد الرحمن فوزي عايز بس أأكد على شوية معاني مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا في البداية علاقة النادي الأهلي بالزمالك أكبر من نتيجة أي مباراة والنادي الأهلي مشترف في هذا الموضوع لأن النادي الأهلي كان منافس في مباراة الأمس وكان فيه جمهور موجود مخالف للليحة وفي النهاية الأمر اتحاد كرة السلة بيكتمع النهاردة عشان يتخذ قرار طبقا للليحة اتحاد اللعبة دلات كرة السلة مع الحكام مع المراقبين هما المناطين باتخاذ القرار النادي الأهلي بالأمس كان موجود في المباراة لو في جمهور ما كانش ينفع لمباراة تتلعب لو مافيش جمهور كانت المباراة تتلعب هو بالبعاكسي كان عايز أقول لكم بالمناسبة هو كان غريب بالنسبة لأن الوقت كان طويل قوي يعني عدنا حوالي ساعة ساعة ونص لغاية لما اتخذ قرار في إلغاء المباراة لأن اللايحة واضحة جدا لكن في النهاية عايز أأكد على فكرة أن علاقة الأهلي بالزمالك أكبر من نتيجة أي مباراة وفي تصريح مهم جدا للكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي منذ لحظات قليلة نشر من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال في بعض التفاصيل المهمة جدا قال للكابتن رؤوف أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص دائما على العلاقة المتميزة مع نادي الزمالك لأن قيمة هذه العلاقة أكبر من نتيجة أي مباراة في أي لعبة رياضية كانت ولا يجب أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها بعد الغاء مباراة السلة بالأمس نتيجة اقتحام جمهير الزمالك لملعب المباراة كابتن رؤوف قال أن الأمر كله بيتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة بتاريخ 21 مارس 2021 هذا الخطاب تم إرساله للنادي الأهلي وكل الأندية المشاركة في دوري السوبر لكرة السلة وأكد في الخطاب أن جميع المباراة ستقام بدون حضور جمهيري وحال مخالفة ذلك حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة طيب عندما اقتحام جمهير الزمالك صالة الأمير أو صالة أصد صالة عبد الرحمن فوزي بالأمس طلب الجهاز الفني للأهلي جهاز الفني لكرة السلة في النادي الأهلي طلب بعد الرجوع إليه وهو متواجد في ملعب المباراة بأن تطبق اللوايح ويتم إخلاء الصالة من الجماهير لبدء اللقاء للأسف هذا لم يحدث لذا قام المرائب بإلغاء المباراة بعد انتظار ما يزيد على الساعة ونصف في الصالة المغطاة صالة عبد الرحمن فوزي كابتن رؤوف عبد القادر أكد أن طلب الجهاز الفني بتطبيق اللوايح لم يكن نتيجة لتدخل البعض من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي كان متواجدا في الملعب إن هذا الآن يحدث لا من قريب ولا من بعيد هو في النهاية القرار بيتخذ حكم المباراة مع المراقب طبقا للوايح اتحاد كرة السلة الطبيعي طبعا يعني ده قرار الحكم مع المرائب والنهار ده في اجتماعات في اتحاد كرة السلة الاتحاد المصر لكرة السلة عمره ما بيكون فيه أطرف موجود من النادي الآخر حتى هو اللي بيطلب إلغاء المباراة أو استكمال المباراة ده مش قرار النادي فبالتالي مسؤول النادي الأهلي بالأمس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لحضروا الاجتماع بالأمس أو حضروا المباراة بالأمس لم يتدخلوا في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد لأن فيه نظام عمل سابت تحديدا كمان في النادي الأهلي منذ عشرات السنين والقرار في مثل هذه المواقف بيبقى بالتشاور ما بين الجهاز الفني مع الإدارة العليا للنشاط الرياضي لنهم عندهم اللوايح وعرفين الإجراءات ومتابعين مع التحاد السلة على مدار الموسم بالكامل قال كمان أن النادي الأهلي بيطالب بتطبيق اللوايح لأن لم يكن يعني فيه فرصة أن المباراة تلاعب حتى بدون جمهور أو فكرة أن حتى فيه لعابين موجودين من النادي المنافس دي مش قصتنا أو دي مش قضيطنا هي في النهاية فيه جمهور ولا ما فيه جمهور يقعد لعيب من كرة اليد يقعد لعيب من كرة القدم يقعد لعيب من كرة السلة خارج اللوسكور أنت في النهاية في لايحة بتتطبق على الجميع أي أن كان مين هو الشخص اللي موجود